السلام عليكم اخواتي اليوم ان شاء الله جبت لكم درس جديد في تعلم الخياطة اللي هو مهم بالساب الدرس اللي هو اخذ القياسات كيفاش نخدو القياس للسيدة اللي غدي نخيطولها او الراسنا او المانكا مهم طريقة اخذ القياس باش نفصلوا بجلابه باللقطان اول حاجة غدي نبدو غدي نخدو انكي دفتار غدي نكتبو فيه القياسات اول حاجة غدي نبدو بالطول ديال بياسة ديالنا مورها غدي ندروا دورة ديال الصدر يعني يعني استرش حل عدنا فيه غدنا الحزام غدنا الحوض او الباسان غدنا التركيز غدنا الكاتف غدنا العنق غدنا الطول ديال يد وغدنا العرض ديال اليد نبدو على بركتي الله بقياس الطول طريقة اخذ قياس ديال الطول فالطول دائما نبدو من الكاتف كنحطو سنتيم على الصدر وكنتلقو سنتيم في نمو وصلينا الطول اللي بغينا فاحنا كنشطو القياس ديالنا ومن بعد كناخدو قياس ديال ديال التركيز قعدنا التركيز كناخدو من من نص العنق وكنحطو هنا تقول لها احنا رأس الحلامة او هنا كما كتشوفو الصدر يعني هذا الحد الصدر كما كتشوفو هنا يا هو هنا فاحنا كنحطو فالمرة اللي كتكون عامرة دائما كنحطو لها 25 V دائما ما نắcلوNoee Sure. مرأة اللي كتكون لا تعادية يعني ضعيفة كنحطوها 23 V نضيف الصدر 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 اخذ قياس لصدر اخذ القياس واذا اخذ القياس والشعر تخذ القياس و تقسمها الاربع و تحضي تحت الحوض و تحت و اخذ فقط الربع ثم نخذ يأخذ فقط الربع الصدر ولكن اخذت الدورة كاملة تكون أسهل و أبسط يأخذ فقط الربع بالنسبة لليد نأخذ من هذا العدم نحن نضيفه نضيفه بالنسبة للعنق نضيفه 8 سنتيم نضيفه 8 سنتيم نضيفه 8 سنتيم نضيفه نضيفه 8 سنتيم بالنسبة للدورة العنق نضيفه 12 سنتيم 12 أو 11 سنتيم بالنسبة للدورة العنق الخلف نضيفه 10 سنتيم نضيفه 10 سنتيم و هنجمله قليلا و الأمام نضيفه 10 سنتيم و الآن نضيفه 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 قياس لا نظيفه و لا نظيفه لأنه يجب أن يخرج فهذا نزيده بسنتيم يجب أن يخرج إذا خرجنا من العظم يجب أن يكون القياس يجب أن يكون هذا من المسان تريعني كما نقول هنا يجب أن يكون مجموع يدي مجموعين فنحسبه فقط لتخرجنا اليد فهذا هو العبار يجب أن يكون مجموعين يجب أن يكون مجموعين ونضعه أغلبية نضيفه 14 أو 15 هذا هو المقسم لديه السيدات من البلدات الصغرين يجب أن يخرجوا منه لأنه يخرجوا منه هذا هو الدس نتمنى أنه يكون واضح و تكونوا استفتو معنا إن شاء الله